بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا في وصية للإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام له شام بن الحكم في صفته للعقل إن الله تعالى أكمل عقول نبينا محمد وآله وأمرنا باتباعهم هذه الوصية وما يذكر فيها من بيان حدود العقل وما عليه من تصرف العقلاء وما يستبين به العقل من غيره في هذا الحديث الشريف وهو من أوسع وأكمل وأتم الأحاديث في هذا الباب ولا يوجد أتم منه ولا أكمل منه في بيان العقل وحدوده حيث أن هذا الحديث الشريف بيان عظيم لمقام الإمامة والإمام وما عليه من الكمال التام ونعيم الهداية عليهم السلام وفيه بيان ما وهبهم الله تعالى من النعم في البيان والسلوك والسيرة والصفات الذاتية العظيمة التي هي أهم وأفضل وأكمل نعم الله تعالى حيث أكمل عقولهم الله تعالى وأوجب على العباد اتباعهم وبيّن سبحانه أنهم هم المنعم عليهم بنعمة تمام العقل التي بيّنها الإمام أبو الحسن الأول الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام ولكون الله أتم عقولهم أوجب علينا سلوك صراطهم المستقيم تدبر الحديث تعرف حلوى مقام نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين فتتيقن أنك على الحق في اتباعهم وأخذ تعاليم الله منهم وسيجعلك من المطمئنين في تعلم علومهم ونشرها والتذكير بها فإنها أفضل تعاليم الله التي أنزلها لهداية عباده على مر الأزمنة وقد ذكر هذا الحديث في الكافي وفي كتب أخرى متفرقة وقد جمع الشيخ الثقة للجليل الأقدم أبي محمد الحسن بن علي ابن شعبة الحراني أحد علماء القرن الرابع الهجري في كتابه الموسوم بتحف العقول فيما جاء عن آل الرسول فنقلنا منه حيث قال وروي عن الإمام الكاظم الأمين أبي إبراهيم ويوكلنا أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في طول هذه المعاني التي جاءت في معاني الخكم البالغة والمواعظ الشافية وصيته عليه السلام لهشام وصفته للعقل قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يا هشام بن الحكم إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج بالعقول وأفضى إليهم بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يا هشام قد جعل الله عز وجل ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال حاء ميم والكتاب المبين أنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيبه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعبوا له وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه فقال عز وجل تعالى ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يا هشام ثم بيّن أن العقل مع العلم فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يا هشام ثم ذنما الذين لا يعقلون فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ثم ذنما الكثرة فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا هشام ثم مدح القلة فقال وقليل من عبادي الشكور وقال وقليل ما هم وقال وما آمن معه إلا قليل يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية فقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب يا هشام إن الله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني العقل وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفهم والعقل يا هشام إن لقمان قال لابنه توارح للحق تكن أعقل الناس يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر يا هشام لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمي ولكل شيء مضيه ومضيه العقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عن يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة وفي وصية للإمام أبو الحسن موسى بن جعفر للكاغم عليه السلام لهشام بن الحكم يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة يا هشام ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا يتعظم إلا وضعه الله يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالأقول يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكرة ولا يغلب الحرام صبرة يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله من أظلم نور فكره بطول أمله ومحا طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والرغبين فيها ورغب فيما عند ربه كان الله أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة يا هشام نصب الخلق لطاعة الله ولا نجات إلا بالطاعة والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم رباني ومعرفة العالم بالعقل يا هشام قليل العمل من العقل مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود يا هشام أن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا فلذلك ربحت تجارتهم يا هشام إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيه يا هشام إن العقلاء تركوا فضل الدنيا فكيف الذنوب وتركوا الدنيا من الفضل وتركوا الذنوب من الفرض يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله في مسألته بأنه يكمل عقله فمن عقل قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا يا هشام إن الله عز وجل حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقا لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما من شيء عبيد الله به أفضل من العقل وما تم عقل مرئ حتى يكون فيه خصال شتى الكفر والشر منه مأمونان والرشد والخير منه مأمولان وفضل ماله مبذول وفضل قوله مكفوف نصيبه من الدنيا القوت ولا يشبع من العلم دهره الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره والتواضع أحب إليه من الشرف يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر يا هشام من صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بالرف بإخوانه وأهله مد في عمره يا هشام لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم يا هشام كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا يا هشام لا دين لمن لا مرؤة له ولا مرؤة لمن لا عقل له وأن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا أما إن أبدانكم ليس له ثمن إلا الجنة فلا تبيعها بغيرها يا هشام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق وقال الحسن بن علي عليه السلام إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها قيل يبنى رسول الله ومن أهلها قال الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال إنما يتذكر أولو الألباب قالهم أولو العقول وقال علي بن حسين عليهم السلام مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح وأدب العلماء زيادة في العقل وطاعة ولاة العدل تمام العز واستثمار المال تمام المروة وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة وكف الأذى من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا يا هشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يُعنَّف برجائه ولا يتقدم على ما يخاف العجز عنه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يُوصي أصحابه ويقول أُوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والإكتساب في الفقر والغنى وأن تَسِلُّوا مَنْ قَطَعَكُمْ وَتَعْفُوا عَنْ مَنْ ظَلَمَكُمْ وَالْبِلَا وَعِلْمُ أَنَّ الْجَنَّةِ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَالنَّارِ مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ